مع دخول القانون الأمريكي الخاص بحماية المدنيين السوريين والمعروف باسم قانون قيصر حيز التنفيذ أصبح الاقتصاد السوري المدمر بسبب الحروب أمام حلقة جديدة من الضغوط قانون قيصر الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي والكونغرس ووقعه الرئيس دونالد ترامب يهدف إلى محاسبة نظام بشار الأسد وزوجته إضافة إلى تسعة وثلاثين شخصا وكيانا داعمين للأسد في جرائم الحرب ضد الشعب السوري وزيادة العزلة المالية لحلفاء الأسد بغية القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254 ينسب قانون قيصر إلى عسكري سوري كان يعمل مصورا في الطب الشرعي انشق عن النظام عام 2013 وكان بحوزته أكثر من 55 ألف سورة توثق جرائم النظام السوري وعمليات تعذيب وقتل واسع لسجناء على أيدي أجهزة النظام القانون يعطي الرئيس الأمريكي الحق بفرض عقوبة على الأشخاص الأجانب في حال قيامهم بتوفير دعم مالي أو تقني أو عسكري للنظام أو تعقد معه أو مع أي من المؤسسات الرسمية أو الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة خاصة تلك الجهات المرتبطة بالحكومتين الإيرانية والروسية إضافة لشمول البنك المركزي السوري بالعقوبات لتحديد إمكانية اعتباره مؤسسة مالية مسؤولة عن أعمال غسيل أو تبيض الأموال تطبيق القانون يأتي في وقت يستعد فيه النظام السوري لإطلاق عملية إعادة إعمار للمناطق التي سيطر عليها فيما ينظر مراقبون إلى أن هذه العقوبات ستحجم عملية الإعمار نتيجة تنهيار العملة من جهة وتجنب الشركات الأجنبية للعقوبات الأمريكية من جهة أخرى سيدفعها للنأي بنفسها عن الدخول في مشاريع سوريا ويبقى التساؤل الأهم في هذه المرحلة هل سيستطيع قانون القيصر قصى أذرع الجهات الداعمة لنظام الأسد وتقويض ممارستها ضد الشعب السوري أم أن الشعب السوري وحده سيظل يدفع ثمن هذه العقوبات ترجمة نانسي قنقر